هو حقيقة الأدب الإسلامي في أصل وضع عند انطلاقة الإسلام يكون هناك أدب إسلامي وشعر عصر صدر الإسلام معني بهذا الأمر لكن كمصطلح أخذ في المدارس الأدبية أخذ أسباب وجوده انطلقت في منتصف القرن العشرين حين انتخيب أبو الحسن علي الحسن الندوي عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق فقدم بحثا هناك بذرة فيه البذرة الأولى لانطلاق مصطلح الأدب الإسلامي ومن هناك بدأت البحوث بدأ الأدباء الذين يكون منهجهم إسلامي يبحثون في هذا الميدان اشتركوا في القناة